استقبل سمو شيخ منصور بن زايد أهل الانهيان نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر الوطن سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفيرة سلطنة عمان لدى الدولة وتسلم سموه من سعادة السفيرة رسالة خطية من معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان رئيس الجانب العماني في اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة تتعلق بالعلاقات الأخوية الرسيخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين